موسيقى أحدث تطورات هي طبعاً علاج سرطان الأطفال فيه العلاج الكيميوي العلاج الإشعاعي والجراحي في بعض السرطانات فيه العلاج المستهدف دلوقتي ده بيبقى علاج مستهدف للورم نفسه بيبقى حاجات زي الريسابتور جينز كده بنديها تستهدف الورم أول تحدي طبعاً للأسر الأهالي البعد عن العمل وبعد عن الاجتماعيات تعيدهم يعني الأفراح والأعياد يعني دايماً إحنا بنعمل علشان الأطفال بيبقى العلاج الكيميوي بيأثر على مناعة الطفل فبنقول لهم يعني الإختلاطات بلاش نحنا نوديهم الإختلاطات علشان المناعة قليلة فممكن يصابوا بكتيريا وفيروسات ده بالنسبة للأهالي فبتأخذوا شوية من أهاليهم أو من المجتمع في حالة إصابة الطفل بالنسبة للطفل طبعاً بالأسف أنه بيبعد عن مدرسته بس هنا الحمد لله المستشفى تطورت موضوعاً هو الدراسة عن بعض أو الدراسة عن قرب يعني عملت مدرسة بمساعدة المتبرعين هنا الأطفال الحمد لله ووزارة التربية والتعليم كمان ساعدتنا هنا مع وزارة الصحة إن إحنا تهيئ المدرسين إنه هم يجوا يدرسوا للأطفال والحمد لله الأطفال عندنا بيدرسوا النظام الدراسي بتاعهم وبينتحنوا الانتحانات والحمد لله بيوفقوا وعندنا فيه أبطال ما شاء الله من الأوائل على المدرسة صار عندنا تجمع أطفال نسبة كبيرة وكان فيه شراكة مجتمعية مع أكثر من جهة داعمة لنا وزي ما تشوفون صار أركان وبعدين يكون عندنا نهاية أنشطة كفاعلية نعطيه للميض حس الفكاهة وبنفس الشي ينسى الألم لأننا كل ما نقول أورام أطفال يروح بالهم مع الألم والتعب يعني اللي يشوفون بقسمنا فنربط لهم ذكرى حلوة كمان إن المستشفى مو بس للعلاج كمان للعلاج النفسي أول تحدي إنه في بعض المعلومات شائعة يعني في المجتمع عن هذا المرض شوي تخوف الأهل مع الوقت هم شوي شوي يعرفون إيش الأشياء اللي لازم يسوونها إيش الحقائق وإيش الأشياء اللي المفروض أنهم يبعدون عنها بالإضافة إلى أحيانا يجونا أطفال من مناطق بعيدة عن مناطقنا فصعب يصير يعني ما في ترابط أسري مثلا الوحدة تترك عندها أطفال ثانين فتجي تجي سمع طفلها هنا حنا يعني قد ما نقدر نحاول أن نقلل من هذا الشي بس بعد لازم يكون في تعاون من العائلة معنا أهم شي هو المتابعة معه على حالته بالأكل الصحي والأخص يعني لازم المواعيد مع الدكتور يكون بانتظام أول ما جينا حق ناخد الجرعة الأخيرة هنا يعني حسين براحة ما هي طبيعية وخاصة لما الدكتور حتى قال لنا الوضع الحمد لله يعني تغلب على المرض هذا الفرحة ما توصف ناخذ بالرفقة والحنية والتعامل اللطيف والأخذ بالحظن والمحبة مراعة مراعة خاصة مراعة خاصة في التربية وفي العناية وفي الأكل وفي أي شيء كان وعدم من أي مضايقة له في أي شيء كان